نواصل حوار الليلة حول الانتخابات الإسرائيلية وهي من التلمين المتطرف عليها أرحب مرة أخرى بضيفينا في حوار الليلة معنا من الناصرة رئيس قسم التاريخ والفلسفة بجامعة تل أبيب المفتوحة الدكتور مصطفى كبهة ومعنا من القدس الكاتب والباحث بشؤون الإسرائيلية داني روبينشتاين أذكركم أيضا أن بإمكانكم المشاركة في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات عبر تويتر وفيسبوك لنأخذ بعض المشاركات التي وردت قبل قليل المشاهد علي سعد يقول في مشاركة له على فيسبوك لماذا نبقى نعلق أمالا على الفائز في الانتخابات في إسرائيل وأمريكا وكأنه هو من يملك مفاتيح تغيير مسار اللعبة في الشرق الأوسط عبد السمية أعرود يرى أن الكنيسة المقبل سيكون أحد البرلمانات الأكثر ميلا إلى اليمين في تاريخ إسرائيل عباس زيني يرى الأمر من زاوية نقدية بقوله كل خطابنا نحن العرب والمسلمين قائم على خلفية دينية صدامية وعدائية وللناس أديان يحتمون بها عند الضرورة أما عبير الجبار فتشير إلى أن الناخب الإسرائيلي إذا خير بين الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبين حل الدولتين تجده يتشبث أكثر بالاحتلال بل عيد الرامش أيضا على فيسبوك يقول حكومة إسرائيلية متطرفة ستزيد المنطقة توترا وسيزيد اتساع الهوى أمام حل الدولتين أخيرا عمار السقافرى أن جنوح الناخب الإسرائيلي إلى اليمين المتطرف هو رد فعل على التصرفات العربية أعود إلى سيد داني روبينشتين في القدس سيد روبينشتين داني أعيد عليك التعليق الأخير من السيد عمار السقاف الذي يرى أن جنوح الناخب الإسرائيلي إلى اليمين المتطرف هو رد فعل على التصرفات العربية هل ما يحدث في المنطقة العربية من متغيرات يثير خوف الناخب الإسرائيلي وبالتالي يتجه بشكل أو بآخر أكثر نحو اليمين بالنسبة للدول العربية بالنسبة لكل العالم إذا يكون استمرار التحالف الموجودة اليوم مع اليمين المتطرف هذا نهاية مسيرة السلام هذا نهاية الأمل لإقامة دولة الفلسطينية وهذا مع كل الأسف هذا ليس مشكلة الأخزاب الإسرائيلي هذا مشكلة الشعب الإسرائيلي الشعب الإسرائيلي في أرلبية الشعب الإسرائيلي ديدي إقامة دولة الفلسطينية على حدود 67 وهذا المشكلة هذا المشكلة غاية العام وموقف الشعب الإسرائيلي ومعشف سعب إسرائيلي في تحاوف في كالاك من دولة فلسطينية. وفي معرضة لكما دولة فلسطينية. وهذا المشكلة. إذن أنت لا ترى أن المتغيرات التي تحدث اليوم في المنطقة العربية ما يسمى بالربيع العربي قد يكون له علاقة بشكل أو بآخر بهذه النزعة نحو التطرف بالنسبة للمواطن الإسرائيلي. اليوم على طولة موجود برنامج المبادرة العربية. برنامج لإكامة دولة فلسطينية على حدود 67. وأنا أعتقد فيها اليوم مبادرة من جزعة من الأقطار العربية. نقول لا يوجد احتمال لا يوجد أمل لهذا البرنامج. ونحن بدناش هذا البرنامج. هذا البرنامج موجودة من الكيمة العربية من الكيمة السعودية وكيمة العربية من قبل عشرة سنين أو أكثر من عشرة سنين. وإذا ما في احتمال لهذا البرنامج. بدناش هذا البرنامج. ونحن نعتقد إذا فيه برنامج جديد وفيه الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية بتروح للأمم المتحدة. وكان مبادرة جديد. ومبادرة من دول أوروبية. بجوز مع مشاركة أمريكية. لضروط على الإسرائيل. دكتور مصطفى ما رأيك؟ هل ما يحدث في المنطقة وصول التائرات الإسلامية إلى السلطة يشكل بشكل من الأشكال مبعث قلق بالنسبة للمواطن الإسرائيلي. وبالتالي ربما يتجه إلى التصويت نحو اليمين المتطرف. هذا السؤال للدكتور مصطفى. الضعف العربي ضعف العربي هو الذي يغذي هذا التطرف. يغذي الشعور بالسلف. ويغذي الشعور بنشوة القوة والتجبر. قضية حدود إقامة دولة فلسطينية في حدود عام سبعة وستين هي تنازل فلسطيني كبير. عمليا الرضا بإقامة دولة فلسطينية على مساحة 22% من مساحة فلسطين التاريخية. إذا كان هذا الحد من التنازل لا يرضي الطيار العام لدى الشعب الإسرائيلي. فماذا يرضيه إذن؟ باعتقادي أن ما يجري في الربيع العربي يتم متابعته من خلال الرأي العام الإسرائيلي. ولكنه ليس فيه الكثير مما يقلق الشعب الإسرائيلي. قضية الصعود الطيارات الإسلامية يتشكل فزاعة. ليس إلا لدى مصممين الرأي العام لاستقطاب الرأي العام باتجاه اليمين. سيد روبينشترين. دعني أنتقل إلى المشاركة العربية في هذه الانتخابات. هناك ثلاثة أحزاب كبيرة مشاركة فيها. هناك 11 مقعد الآن في البرلمان السابق لهذه الأحزاب. من المتوقع أن تحافظ الأحزاب العربية على هذه المقاعد. هل يؤخر أو يقدم وجود هذه الأحزاب بهذا الحجم داخل الكنيسة الإسرائيلية على مسألة تشكيل الحكومة أولا. وثانيا على التشريعات المختلفة التي يقرها الكنيسة. البارلمان الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية موجودة لدولة الإسرائيل موجودة عربة أو حمسة وستين عاما. وما كان مرة واحدة كان مشاركة خزب عربي في التخلف. وعند الجماهير العربية في إسرائيل الأكلية العربية في إسرائيل بقوله إذا ما في مشاركة خزب عربي بالتخلف بدناش يعني نروح للتصويت وكل سنة وسنة في أكل يعني وفي ناس كليل من العرب في إسرائيل يشاركوا بالانتحابات. كان بالانتحابات السابقة كانوا حمسين بالمئة. وهذا يعني كان بالبداية دولة إسرائيل كان تمانين وأكثر من تمانين بالمئة. وهذا نزلت للحمسين بالمئة. وأنا أعتقد اليوم يقول العرب في إسرائيل إذا ما في احتمال لمشاركة بالحكومة وبالتخلف بدناش نروح ونساوت للانتحابات. دكتور مصطفى هناك شعار مرفوع في بعض البلدات الفلسطينية اليوم يقول من لا يصوت في هذه الانتخابات يعطي صوته تلقائيا لنتنياهو وليبرمان. في المقابل هناك من يرى أن لا فائدة من التصويت في هذه الانتخابات. وتجربة الـ 65 عام الماضية هي أفضل برهان. لا نتائج ملموسة لهذه المشاركة. لا بالعكس تعطي الانطباع بأن إسرائيل دولة ديمقراطية فيها أقلية عربية تشارك في هذه الانتخابات. وهذا يعزز صورتها لدى العالم الخارجي فيما يتعلق بمقولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. ما رأيك؟ أنت عرضت الأمور بانوراما الأراء بشكل دقيق. هناك أراء تؤيد التصويت. وهناك أراء تعرض التصويت. هناك من ترى بأن المشاركة العربية مشاركة عبثية. لا جدوى منها. ولكن باعتقادي بأن أولا التصويت هو حق يجب أن يستغل. ثانيا يجب أن يكون للمصويتين العرب دور فاعل. وقضية الاشتراك بالإتلاف. أريد أن أصحح بعض ما ورد في أقوال السيد أوربنشتين بالنسبة لمشاركة بعض القوائم العربية من الخارج بالإتلاف. كان ذلك في فترة الحكم العسكري. عندما كان الحزب الحاكم يلجأ إلى إقامة قوائم عربية تساعده وتشكل ما يشبه مقاول أصوات لدى المواطنين العرب. وكانت تسير حسب سياسته إلى درجة أن بعض أعضاء الكنيسة هؤلاء عارضوا إلغاء الحكم العسكري في حينه. هذه القوائم كانت مشاركة. مع ذلك باعتقادي بأن الكرة يجب أن تكون في الملعب جمهور الأغلبية. الاعتقاد جمهور الأغلبية لم يقل إذا كان يرغب في أن يكون المواطن العرب شركة أو الأحزاب العربية شريكة. بل أن بعض الذين يجرون الاستطلاعات أو يجرون الحسابات للإتلاف يستبعدون ويتجاهلون. الأحزاب العربية الاعتقاد بأنها جسم غير شرعي في لعبة السياسة الإسرائيلية. المواطن العربية باعتقادي أن يكون هناك مشاركة فعالة توصل الصوت. ولكن ما هي النتيجة النهائية دكتور مصطفى؟ النتيجة النهائية هي إيصال الصوت. أنا أقول بأن الإداءة بمعدله العام غير مرضي وبحاجة إلى تحسين. وطبعا نحن نقف بالحسبان الحسابات تقول بأن مشاركة الأحزاب العربية هي طبيض لوجه الدموقراطية الإسرائيلية. وهذا أمر يمكن أن يكون هكذا في العالم. مع ذلك لا يوجد فراغ في السياسة. يجب على المواطن العرب أن لا يسلم مصيرهم إلى أحزاب أخرى تقر القوانين وتقوم بتسييرها للمواطن العرب مصالح للمواطن العرب وجود وكيان وبلدات يقوم بالدفاع عنها. هذا لا يعني بأن هناك مؤشر رضا عالي بالنسبة لأداء النواب العرب. الأمر بحاجة إلى تحسين كبير. والأهم من ذلك الأمر بحاجة إلى تغيير وجوه واتباع استراتيجيات جديدة تمكن المواطن العرب من استغلال حقه من جهة والاستفادة من استغلال الحق في الدفاع عن كينونته والدفاع الأساسي بكونه مواطنا أصلانيا على أرضه. سيد روبينشتاين ما رأيك؟ هل المشاركة العربية في هذه الانتخابات هي فقط مشاركة تجميلية تعطي إسرائيل صورة الديمقراطية التي تتغنى بها عادة؟ أم أن هناك بالفعل فائدة ملموسة بالنسبة للعرب من وراء المشاركة في هذه الانتخابات؟ في مواطنين عرب يقول لك الدموقراطية الإسرائيلية هذه الدموقراطية بس لليهود وليس دموقراطية للعرب أما هناك خزب واحد هناك خزب الشيوي في السابق حداش في ساموه اليوم وهذا الخزب هناك هذا الخزب الوخيد هناك مشاركة وتدامن وتعاون بين اليهود والعرب وأنا أعتقد في اليوم هناك عرب مكاعد كراسي في البرلمان في الكنيسة الإسرائيلية لك الوحد مكاعد أجل من اليهود وليس من العرب وهذا هو المحل الوخيد فيه هناك تفاهم ومشاركة حقيقية بين اليهود وبين العرب غير الأخزاب العربية هناك عرب في الأخزاب اليهودية في عرب في أخزاب اليهودية وأما هذا شيء كليل وأنا أعتقد هذا ليس إلى كوة كل الهداء الكنيسة العرب الموجودين في الأخزاب اليهودية ليس إلى كوة دكتور مصطفى هناك بعض العرب ممن صوتوا لحزب شاس على سبيل المثال الحزب يميني متدين يمثل اليهود من الشرقيين ونحن نعرف ونذكر التعليقات التي أدل بها أو التصريحات التي أدل بها الأب الروحي لهذا الحزب عفاديا يوسف الذي وصف العرب بالصراصير وبالأفاعي وكل هذه الأمور ومع ذلك بعض العرب يصوتون لحزب شاس لماذا برأيك أعتقد أنت تشير إلى قضية في غاية التعقيد والتركيب يعني مواقف اليهود الشرقيين غير مفهومة بنظري وبالمقابل هناك أنماط مختلفة للتصويت منها تصويت انتهازي التي تتحدث عنه لقضاء مصالح شخصية وهذا موجود لدى كل الشعوب ولدى كل الفئات وهناك أنماط تصويت أيدولوجية وأنماط تصويت أخرى مع ذلك قضية التصويت لأحزاب صهيونية موجودة دائما لدى المواطن العرب في السنوات الأخيرة في العقدين الأخيرين هذا الأمر يتراجع في نسبة للتراجع نسبة التصويت في العقود الثلاث أو الأربعة الأولى كانت أعلى أنا لا أستطيع أن أفهم مواطنا عربيا يصوت تصويت أيدولوجيا ويصوت لحزب صيوني الأحزاب الصيونية هي أحزاب تعبر عن الفكر القومي اليهودي الفكر الصيوني بالإضافة إلى أبعاد أيدولوجية أخرى مع ذلك رأينا في السابق وسنرى أيضا في معركة الانتخابات الآنية بعض آلاف الأصوات العربية التي ستمنح للأحزاب الصيونية على اختلافها ويعني أنت تعرف بأن حزب ليبرمان فيه عضو كنيسة عربية أيضا طيب في أقل من دقيقة لكل منكم أبدأ معك سيد روبينشتاين باختصار شديد تأثير هذه الانتخابات ونتائجها على مسألتين عملية السلام والاستيطان تحديدا باختصار الاستيطان تستمير الاستيطان اليوم هذا 10% من كل سكان إسرائيل موجودين في وراء الخضوط 67 وفي توصيل الاستيطان هذا شيء واضح وبالنسبة عملية السلام أنا أعتقد ما في احتمال للاستيناف عملية السلام وهذا يكون نتيج الانتخابات وهذا استبغاغ السياسة الموجودة اليوم التحلف الموجود اليوم في الحكومة إسرائيل دكتور مصطفى باعتقادي بأن أي معادلة يشكل فيها بن يمين نتنياهو الحكومة القادمة سيتم هناك الاستمرار في عملية التجميد العملية السلمية والاستمرار بالاستيطان ولكن ذلك سيجابه بدغوطات متزايدة إن كان على مستوى الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى أو على يد الولايات المتحدة بمعنى أن نتنياهو سيواجه صعوبات جمة في استغلال الثقة التي إن منحت اليوم سيكون له الصعوبات الجمة في الاستمرار في كافة المدة المعطلة الدكتور مصطفى كبه رئيس قسم التاريخ والفلسفة بجامعة الأبيب المفتوحة كان معنا من الناصرة شكرا لك دكتور على هذه المشاركة وشكرا أيضا للسيد داني روبينشتاين الكاتب والباحث بشؤون الإسرائيلية كان معنا من القدس ترجمة نانسي قنقر